اشتركوا في القناة مع سورة التكوير هذه السورة المكية هذا المطلع العجيب إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت تفاعل عظيم جدا إلى هذه الآية إذا 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 اشمع هذا المشهد اشمعه بسمعك وبصرك فكم سمعت هذه السورة تقرأ وكم قرأت أنت من مرة هل وقفت مع هذا المشهد يقول الله جل وعلا بعد كل هذا علمت نفس ما أحذرت هناك في سورة الانفطار علمت نفس ما قدمت وأخرى هنا ما أحذرت فهو حاضر ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا أمامك هذا المشهد الذي ليس بعده عمل انتهى العمل الآن فرصة العمل انقلاب كوني كامل هذه الشمس التي ألفناها تخرج وتغيب وهذه النجوم الجميلة نحن انكدرت عليها الكدرة مشهد عجيب جدا أي انتهت انتهت وعثرت وإذا النجوم بعثرت انتهت والشمس كورت انتهت الجبال الرواسي سيرت العشار التي تحمل اطلت البحار سجرت نار وهكذا مشهد تتأتي السئلة عجيبة جدا وإذا الموؤودة سئلت في أي ذنب انقتلت إذا الموؤودة الصغيرة قتلت نعم وإذا بأي ذنب انقتلت الموؤودة ماذا يقال عما نقتل الشعوب ماذا نقول عما نقتل الأبرياء ماذا سيقال له سبحان الله الموؤودة تسأل الصغيرة لماذا قتلت نسكينة لماذا وضعت في الحفرة فماذا يقال من نقتل الشعوب ماذا يقول من قتل اخواننا في فلسطين ودمر فلسطين قتل اخواننا شعب العراقي في افغانستان يدمر ولا يزال كذلك الآن في الشام يوميا نحسي المئات من القتلى في كل بند ماذا فعل الشعيون ماذا فعلوا في الحرب العالمية هذا الذي يدع الحرية إذا كان يوم القيامة الموؤودة الصغيرة قتلت هنا سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وهؤلاء الذين يعينون هؤلاء من الظلمة يعينون الغرب يوفرون لهم السبل لقتل المسلمين لقتل الدعاة المخلصين جماعات وافراد بمؤامرات ماذا سيقال لهم يوم القيامة بل بماذا سيجيبون يوم القيامة علمت نفس ما أحذرت أي حرية يدعيها الغرب وأي تهمة يتهمون فيها المسلمين والمسلمون براء يقول أحد المحققين إن ما قتل منذ بدء الإسلام في الحروب بين الإسلام وأعداءه ما قتل من الكفار وهو قتال مشروع لا شك لا يعادل ما حدث في الحرب العالمية الأولى أو الثانية فذلا عما قتل في براغ ولا في الشعيين ولا في غيرهم أمر عظيم قياس الأولى الموؤودة الصغيرة سئلت بأي ذنب قتلت وهنا تأمل وإذا الصحف نشرت الآن تخفى هذه الجرائم يوم القيامة الصحف نشرت كله نقرأها حس لما في الصدور بعث لما في القبور وحس لما في الصدور وكما في سورة الطارق هنا أيها الأخوة معاني عظيمة إذا الصحف نشرت ماذا تحب أن ينشر ماذا تحب يولى كل من يحب أن ينشر الخير يوم القيامة سينشر الكل فدع صفحتك بيضاء حتى لا يقرأ فيها إلا الخير حتى ذكر بعض المفسرين معنا عجيبا قال إن الله جل وعلا والله سبحانه وتعالى ستير ولذلك كلمة يا ساتر خطأ لم يثبت أن اسم الله ساتر بعض الناس يقول يا ساتر لا لا الصحيح الذي ثبت أن الله ستير يستر سبحانه وتعالى خلقه لكن ذكر بعض العلماء أنه وإن عفي عن بعض الذنوب لتوبة صادقة فإنها لا تمحى تبقى في الصحف والله أعلم لكن أملنا بالله أن يستر علينا وأن يعفو عنا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد وإذا الصحف نشرت ستنشر هذه الصحف وما فيها مما عملت فهل هيأت نفسك لهذا الأمر ثم بعد ذلك أيها الأخوة ينتقل بعد ذلك فلا أقسم بالخنث الجوار الكنس ما هي الخنث النجوم التي تخنس بالنهار لا ترى هنرى الآن النهار في النهار النجوم لا الجوار التي تجري الكنس ثم قفوا مع هذا المشهد العجيب قسم قسم من الله والليل هنا إذا عسعس والصبح إذا تنفس كم سمعناه مررنا عليها ما وقفنا عندها كم قرأناها قسم من الله الصبح والليل إذا عسعس انظم تجمع اكتمل ليل عسعس شف العبارة عسعس والصبح إذا تنفس ما شاء الله ظهر الصباح هي رسالة بشرى لنبي صلى الله عليه وسلم هذا الليل هذه الظلمة هذا الأذى بعده صبح ستتنفس هذه الكربات ستزول لكن تحتاج إلى صبر تحتاج إلى حص الظلم بالله جل وعلا معنى عجيب جدا ليل إذا عسعس عسعس يأتي الصبح خرج تنفس المكروب يجل في نفسي شدة من الآلام أي ألم كان يا أخي الكريم ألم مالي ألم بدني ألم اجتماعي ألم على مستوى الأمة كأنه ليل عسعس في صدرك غم غم أبشر 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 والصبح إذا تنفس وذنني ذهب مغاظبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم خاص بذنون لا لا وكذلك ننجي المؤمنين لك أنت على مستوى الأمة على مستوى المنتمى لا تخافوا من هذه الآلام ومن هذا البلاء عجيب والله هذا القرآن لكن نحن أين نفعل ثم يأتي بعد ذلك الحسن يقول الله جل وعلا إنه لقول رسول كريم بعد هذا القسم لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين وهو جبريل عليه السلام جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ذي قوة هنا عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم محمد صلى الله عليه وسلم بمجنون وقفت أتأمل من أعظم الأمانات هو هذا الوحي فيصف الله جل وعلا جبريل بهذا الوحي ذي قوة عند العرش مكين مطاع ثم أمين وجدت أن هذين الوحيين القوة والأمانة هي من الشروط اللازمة لأي ولاية تعملوا هذه الآيات ابنة صاحب مديان تقول عن موسى وهي لم تعرف أنه موسى النبي ولم يكن نبئة قبل ذاك يا أبا تستأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين يوسف عليه السلام وهو عند العزيز مصر ولم يطلب الولاية ولكن لما قال له إنك لدينا مكين أمين وبيّن له أن له منزلة قال اجعلني على خزائن إني حفيظ عليم لاحظوا أيضا هل اكتفى بهذا نجد في القرآن قال افريتم من الجن لأن سليمان عليه السلام طلب من يأتي بعرش ملكة بالقيس ملكة سبع بالقيس قال افريتم من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لا قوي أمين سبحان الله وهنا لفت ذكر بعض العلماء أنه قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك قال فالذي عنده العلم مقدم على من عنده القوة ومن عنده القوة يجب أن يكون تابعا لمن عنده العلم فإن القوة الحقيقية مع من عنده العلم الشرعي ولذلك الذي جاء بعرش القيس هو الذي عنده علم من الكتاب مع أن الأول أمين وثقة وقوي وعفريتم من الجن فهذه معاني عظيمة جدا الشاهد أن الولايات يشترط فيها طبقوا هذه الشروط على واقع المسلمين على عموم المسلمين على بعض الولايات على بعض المسؤوليات انتبه يا أخ الكريم في أي ولاية كانت كبرت أو ثورت لا بد من هذين الشرطين القوة والأمانة ولما تذهب القوة والأمانة ما الذي يحدث الخيانات الظلم السرقات ظلم الشعوب لا بد من توفر هذه الشروط قوي أمين حفيظ عليم ثم يختم فيها وقول وما صاحبكم بمجنون ولقد رأوه بالأفق المبين رأى جبريل عليه السلام وما هو على الغيب بظنين ببخيل يا أحبة يا طلاب العلم هل نحن قمنا بحق هذا الوحي قمنا بالواجب وبذلناه للأمة لأن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن بظنين ببخيل على أن يؤدي هذه الرسالة وما هو على الغيب بظنين ليس ببخيل بذل جهده جاهد في الله حق جهاده فهل أنت جاهد في الله حق جهاده ثم تكون الختام لهذه السورة وما هو بقول الشيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين فهنا إحنا أدينا هذا الذكر وأرسلناه للعالمين الجن والإنس الحضور ولمن بلغ لمن شاء منكم أن يستقيم الثبات الثبات لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين عذرا على هذا الاختصار الذي أرجو أن لا يكون مخلا وإلا فالسورة مليئة بالكنوز أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة